والآن ننتقل إلى أزميل قاسم أو زياد قاسم مرسل أكستر نيوز من حديقة الأزهر برحب بك طبعا معنا يا زياد ومزيد من التفاصيل دائك تفضل برحب بك دانا وبتحياتي لكل مشاهدي أكستر نيوز من هنا من داخل حديقة الأزهر بمنطقة الدراسة حيث نتابع معكم أجواء ثاني أيام عيد الأطحى المبارك داخل حديقة الأزهر تواجدنا هنا منذ أو قبل فتح حديقة الأزهر أبوابها بنصف ساعة تقريبا وكانت هناك أعداد كبيرة من الزائرين والوافدين إلى حديقة الأزهر تنتظر خارج أسوار الحديقة من أجل فتح الحديقة أبوابها والتي فتحت أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحا لعل أبرز المشاهد هنا داخل حديقة الأزهر هو التوافد الكثيف منذ فتح الحديقة أبوابها وأبرز الوافدين هي الأسرة المصرية بمختلف عمارها أتت إلى هنا أتت إلى حديقة الأزهر وأيضا أبرز المشاهد هو التوافد الجاليات المختلفة سواء الجاليات العربية أو الجاليات الإسلامية خاصة ونحن بالقرب من مدينة البعوث الإسلامية الجاليات الإفريقية حضرت إلى هنا والجاليات أيضا الأسيوية حضرت إلى هنا لعل أبرز المشاهد داخل حديقة الأزهر هي وجود النوافير والممرات الواسعة التي يحيط بها النخيل من كافة الاتجاهات أيضا هناك ممرات ضيقة تحتوي على العديد من المزروعات النادرة وأيضا هناك مدينة ملاهي مخصصة للأطفال وغيرها من الأماكن الطرفية الموجودة هنا داخل حديقة الأزهر والتي بنيت على منطقة وهضبة مرتفعة حوالي 40 متر تقريبا عن المناطق السكنية المحيطة بحديقة الأزهر حيث حينما تتواجد داخل حديقة الأزهر فيمكنك رؤية الأحياء القديمة كالضرب الأحمر والحسين والأزهر وغيرها من المناطق القديمة هنا داخل محافظة القاهرة أيضا من أبرز الأماكن الموجودة هنا داخل حديقة الأزهر هو أن الحديقة تحتوي على المطاعم المختلفة التي تناسب كافة الفئات المصرية فهناك المطاعم عالية الأسعار ومتوسطة الأسعار ومنقفضة الأسعار لتناسب كافة الوفود القادمة إلى حديقة الأزهر أيضا هناك مناطق مخصصة للعب الأطفال وتجمع الأسر وافتراش الحضائق وأيضا هناك البرجولات الخاصة بالحديقة التي يمكن للزائر إلى حديقة الأزهر الجلوس بها لتفادي أشعة الشمس حيث أن درجة الحرارة اليوم في القاهرة هي 37 درجة مئوية وتنقفض عن يوم أمس بثلاث درجات مئوية هذه الصورة من هنا من داخل حديقة الأزهر في ثاني أيام عيد الأطحى والآن نعود إليك دانا بالأستوديو تفضلي شكرا جزيلا زميل زيادة قاسمة مرسل أكسر نيوز من حديقة الأزهر شكرا على كل هذه المعلومات وهذا الرصد لا رصد